نرحب بكم مرة تانية عزيزان مشاهدين ونرحب بخبرنا التحكيم المتميز دائماً كابتن ناصر عباس مشرفنا ومنورنا كابتن ناصر تحاية لكابتن ايمن وتحاية الكل مشاهدي وامتباعي كنات النادي الاهلي في كل مكان تحاية الكابتن كبار كابتن شريف عب منعم كابتن اسامة عرابي وكابتن علب رحمن وكابتن بيلائل سلام عليك وانا مبروك نادي الاهلي كابتن على الفوز النهاردة وهارد لك لفريق سياتل النهاردة بنقول النادي الاهلي نادي الاهلي نادي مكاسب كثيرة كابتن ايمن وعديدة في هذه المبارا تخلي بالك اول حاجة ممكن فرحة الجمهير كابتن شريف نادي الاهلي فرح جمهير مصر كلها بالوصول الى المربع الزهبي نادي الاهلي نادي بيقابل نادي من افضل اندية العالمة كابتن شريف وده الناس كلها مستنين المبارا دي دي ايضا دي فرحة للجمهير النادي الاهلي نادي الاهلي شرف الكرة الافريقية بعد خروج النهاردة الوداد الناد الاهلي نهاردة متواجد في البطولة خلي بالك كابتن أيمن يعني الكرة أفريقية محصوصة بوجود الناد الأهلي النهاردة لكل مرة على مستوى الدولي والأفريقي متواجد وبيدي موضوع دي كابتن شريف جميل جدا جدا بيدي أمل وفرحة للكرة أفريقية خلي بالك إعلاميا ودولين دي حاجة جميلة جدا جدا فمبروك الناد الأهلي ونتمنى طبعا بصرف نظر عن نتيجة المؤلاء اللي جاء كابتن شريف مباراة كبيرة للناد الأهلي والكل منتظرها ومباراة تلاعب كمان في بطولة مش بتلاعب كمان كمباراة ودية كابتن أيمن دي حاجة جميلة للناد الأهلي نروح له حكم اللقاء النهاردة هو أفضل حكم في القرى الأوروبية أنتوني طايلور من أفضل حكام النغبة الأوروبية والدولية خلي بالك البعض يقول أن المباراة سهلة والبعض يقول لك كابتن عادل أنه ماكيش اختبارات ولكن أنا رايح لحيطتين كابتن شريف ممكن أنا فتشت في المباراة كلها روحت في حتة تانية خالص بعيد عن بقى احتساب المخالفات والعقوبات الانضباطية وكلام جميل ده كيفية التعامل مع اللعبين داخل ميدان اللعب كابتن عادل زي الحكم بيتعامل مع اللعبين داخل ميدان اللعب زي الحكم بيشعر اللعب أحيانا مع وجود هذا الحكم أنه هو في مأمن وده اللي احنا بنقول للحكم دايما خلي اللعبين يبقوا مطمئنين لك كحكم هو نهاردة تعامل مع اللعبين داخل ميدان اللعب شوف لما بيقف يشرح للعب القرار بهدوء مش متعصب مش مستعجل على نهاية مباراة تحديد ولكن نهاردة أنتوني تايلو نهاردة قدم نموذج كيفية التعامل مع اللعبين داخل ميدان اللعب كابتن بيل دي مهمة أول كلكم كنتوا لعيبة وبتفرق معكم للحكم لما بيكون هادي ويتعامل معكم بود دي بتفرق في أداءك في الملعب الحاجة التانية هو فرص الشخصيته أيضا يعني نهاردة الراجل مفيش حاجة محسبهاش كابتن أسامة كل الأخطاء احتسابها ولكن بهدوء مش منفعل مش يعني متعصب ولكن هو سهل مهمته في هذه المباراة أنتوني تايلو نهاردة كمان ديئة 88 وهدف أفشا يا كابتن شريف كابتن عادل هو أراحه طبعا من اللعب الأشواط الإضافية وتعبها ومشاقتها يعني هو المفروض يشكر أفشا على الهدف في ديئة 88 خلي بالك هدف خلص المباراة وبالتالي هو النهاردة أعتقد نجح نجح كبير جدا من وجهة نظرة هو يعني واحد من المرشحين كابتن أيمن للنهاء إن شاء الله نهاء البطولة وزي ما قلت النهاردة هو قدم مردود مع زملاء الحالة تي حالة مهمة جدا جدا وبنشوف الهدف اللي سجل لصالح أفشا اللات اللونية طبعا ما فيش أي مخالفة ولات تانية كمان لاحظت كمان اللعب اللي هو المدافع بترتدي منه بيرسي تاو كان خلفه وبالتالي ما فيش أي هنا نشوف هنا كابتن هديجي في الرجل هنا ولات التانية وهنا اللعب بيرسي هنا متغطي باللعب هنا واللعب هنا وبالتالي هدف صحيح مئة في المئة دي خلاصة المباراة كابتن أيمن بعدش حالات كالتحكمية واختبرات تحكمية داخل الصندوق زي ما قلت مباراة سهلة حكم سهلة على نفسه ودي كانت النهاية ثمانة طبعا ومنون مبروك تاني نادي الأهلي صعود نادي الأهلي المربع زهبي في حد ذاته حاجة جميلة جدا جدا كابتن شريف بيقابل نادي كبير زي رائد مدريد فرحة الجمهير دي كانت فرحة جميلة مبروك لنادي الأهلي والمجرس الدارة مبروك للسيد التحليلي وكل الناس الكتيبة اللي هي في قناة نادي الأهلي النهاردة كلهم فرحانين تمانا إن شاء الله أربع بإذن الله نقدم مرضوط طيب بإذن الله ونقدم كرة جميلة يستمتع بها للجمهور كله يوم الأربع كابتن أيمان ودي كانت أخير حاجة عندي شكرا كابتن أمتعتناك عددك دائما